اهلا بكم وزير الصحة واكدوا ان وضع العراق الصحي افضل من بعض دول المنطقة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز ثلاثمائة وسبعين الفا ومائتين وواحد وستين شخصا اكد وزير الصحة حسن التميمي ان نسبة الاشغال السرير للمصابين بكورونا تبلغ 5% منطقة مستشفيات البلاد قال التميمي ان وضع العراق الصحي افضل من بعض دول المنطقة مبينا ان فرق المسح الوباء متزال مستمرة بجهودها وهي تعمل على اخذ المسحة من المناطق المصابة بالفيروس سجلت السلوات المحلية بمحافظات سليمانية في اقليم كردستان مئة واصابة واحدة بفيروس كورونا وذكرت مديرات صحة المحافظات في بين صحفين ان الاصابات كانت بواقع 51 في قضاء بنجوين واثنين واربعين في سليمانية وثلاث منها في أرماوة هذا وعلنت وزارة داخلية اقليم كردستان فرض حضر لتجوار الوقائي في محافظات الاقليم لمدة ستة ايام وذكرت المزارة في بيانها انها قررت مع التنقل بين محافظات اربيل وسليمانية ودهوكو حلتشا ودارتي براين وكرميان المستقلتين لغاية السابسين الحزيران الجاري اعلن مدير صحة الديوانية الدكتورة لمياء الحسناوي تسجيل ثماني اصابات بفيروس كورونا المستجد خمسا من مركز المحافظة وثلاثة اصابات من منطقة الحنزة الشرقي فيما اعلنت خلية الازمة في محافظة كربلاء عدم تسجيل اي اصابة خلال الاربع والعشرين ساعة فيما سجلت محافظة النجاف الاشراء ست اصابات جديدة بكورونا اعلنت دائرة صحة المثنى ان العدد ترك ميلي حالات الاصابة بكورونا وصل الى مائة وخمس وخمسين او خمس وخمسين حالة وذكرت الدائرة في بيان ان تلك الحالات توزعت بواقع مائة واربع حالات شفاء واربع حالات وفاة وسبع واربعين حالة تتلقى العلاج حاليا بردهة العزل في مستشفى الحسين بالسناوة اعلنت وزارة الصحة المصرية تنزيل 1536 اصابة جديدة بفيروس كورونا وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد مجاهد انه تم قروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من متشفيات العزل والحجر الصحي ذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمان شفائهم وفقا لاشهدات منظمة الصحة العالمية وفي سوريا سجلت وزارة الصحة السورية وفاة احدى الحالات المصابة بكورونا وشفاء ثلاث حالات ووضحت الوزارة ان حالة الوفاة هي لشخص من القادمين الى البلاد يبلغ من العمر 74 عاما والذيه ورم في الكبر وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس في البلاد الى خمس حالات تجاوز عدد الوفاة بفيروس كورونا المستجد في العالم ثلاثة مائة وسبعين الفا ومائتين وواحد وستين شخصا حول العالم منذ ظهوره في كانون الاول الماضي وسجلت رسميا اكثر من ستة ملايين ومائة وثلاثة عشر الفا ثلاثمائة واربعين اصابة في مائة وستة وتسعين بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوفاة سجلت الصين ستة عشرة اصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان ان جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج كما سجل البر الرئيسي للصين ستة عشرة اصابة جديدة بدون اعراض مقارنة بثلاث حالات في اليوم السابق شكرا لمتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة